موسيقى السلام عليكم أهلا بكم في نشرة أخبار ثقافة من قناة عمان الثقافية والبداية مع أبرز العنوين دراسات علمية تؤكد أن محاصيل الرطب من نخيل الطرقات ملوثة بالرصاص المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ضفار تحتفل باليوم العالمي للمخدرات أهلا بكم أكدت دراسات علمية أن محاصيل الرطب من نخيل الطرقات ملوثة بالرصاص الأمر الذي يجعلها غير صالحة للأكل وأوضحت دراسة لعينات أن نسبة من تمور الطرقات تحتوي على بيض الحشرات واليرقات الصغيرة والبكتيريا تشريب النخلة في طرقات السلطنة تقف خيلاء بطلعها النضيد محلول الصيف ولكن دراسات محلية ودولية وضعت نخيل الطرقات في المحاك حيث أشارت إلى أن محاصيل الرطب ملوثة بمادة الرصاص الأمر الذي يضع في الأذهان تساؤلات إلى أي مدى هذه الثمار صالحة للأكل الملوثات الخارجية المحيطة بالنخلة في الطرقات تدخل في قلب حبات الرطب وليس في القشرة الخارجية فحسب وكميات الرصاص تتسرب أثناء تكونها كما أن نسبة من التمور تحتوي على بيض الحشرات واليرقات والبكتيريا ففتح العيون بات حتمياً لا محالة فلا تناول لرطب الطرقات إلا بعد غسلها من الميكروبات تماماً فهذه الدراسة تأخذ بعين الاعتبار كما يوضح المختصون وإن كان من خيطي الحذر تعيش النخلة في أرياف عمان ومدنها وقرها والعماني جبل على حبها ينتظر ما تجود به ثمارها المباركة فإنما تحل وترتحل في أرض عمان ترى النخلة باسقات تطاول السماء تكتسي منطقة قوع الجوبة بولاية محوت بالبساط الأخضر من العشب والمرعى بعد وصول الأودية القادمة من محافظة الداخلية وتعتبر منطقة القوع مكاناً ملائماً لرعي الإبلي والماشية بعد أن تتحول من صحراء قاحلة إلى مسطح من العشب والنباتات الخضراء يتشكل هذا البساط الأخضر من العشب والمرعى على مساحة شاسعة تمتد لعشارة الكيلومترات في منطقة القوع بولاية محوت ويعتبر هذا المكان تجمعاً للأودية المتدفقة من محافظتي الشرقية والداخلية ومن أبرزها وادي حلفين الذي يعتبر من أطول الأودية في السلطنة انتظرونه مني شو سمعون بالوادي من سمعون بالوادي خبط حرسوه انتظروا مني هلين يحني ويلمسوه قيع ما قيعت خابرونه وصلوا مكاناً فلاناً موصل يتابعونه يتابعونه من الله بتتوبه منه ما تقول تستمر هذه المراعي الخضراء مع هذه البرك المائية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر خاصة مع اقتراب موسم الخريف الذي تتلطف فيها الأجواء في هذه الولاية يستبشر أهالي الولاية فرحاً بعد وصول هذه الأودية حيث يقومون بنقل إبلهم ومواشيهم للرعي والاستفادة من هذه الأعشاب يوفرون فيها تكلفة شراء الحشائش والأعلاف لمواشيهم لفترة تستمر لعدة أشهر الناس تباشروا مثل المطار هذه غيث أين من الداخلية علينا ولاية محود ويخضر المكان ولم تفرحبوا وتيمنا هيمة وتيم القازة وتيم الظهر لهيش على أساس الرعي الناس بدوا ومحتاجين للرعي بدل عن الحشيش وبدل عن مخاسر لهوايدة ذيهم قوعي يخفف عليهم وايد حتى الأطفال تجدهم يستمتعون بهذه المناظر الخلابة في فترة العصيرة يقضون فيها أحلى الأوقات باللعب سالم برهلال الشغيلي محافظة الوسطى احتفلت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية باليوم العالمي للمخدرات وذلك بحضور الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأصحاب السعادة والوكلاء والأجهزة الأمنية والعسكرية وأعيان المحافظة والناشطين في مؤسسات المجتمع المدني الأهلية والخاصة تأكيدا على أهمية التوعية بأخطار وأضرار المخدرات على الأفراد والمجتمع احتفلت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام وذلك بقاعة منتجع كراون بلازا بصلالة تحت عنوانه وعيكا غايتنا ارتأت اللجنة أن تقيم هذا الحفل في محافظة الضفار لكي نسلط الضوء على أهم الإنجازات والتحديات التي تواجه مشكلة المخدرات في المجتمع وكذلك من أجل رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بقضية المخدرات طبعا خلال هذا اليوم تم استعراض عدة أوراق عمل من ضمنها طبعا الجهود اللجنة الوطنية في مكافحة المخدرات واجتمل برنامج الحفل على عدة فقرات منوعة وكانت البداية مع كلمة اللجنة الوطنية ومن ثم كلمة الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة ثم تم استعراض جهود الشرطة عمان السلطانية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما اجتمل الحفل على معرض مصاحب توعوي وفي الختام تم توقيع اتفاقيتنا بين اللجنة الوطنية وشركة صلالة للميثانول لدعم الحملة الوطنية بمحافظة ظفار طبعا نحن نثني على الجهود القوية التي تبزلها سلطنة عمان في مكافحة المخدرات والوقاية منها وذلك من خلال تضافر الجهود في اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة ودارة الصحة وبعضوية كافة الجهات الفاعلة في الدولة وتسعى اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أن تكون السلطنة من الدول الرائدة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إقليميا ودوليا الشرطة طبعا تقوم بدور كبير في المكافحة من خلال طبعا لدارة العامة المخدرات وبقية تشكيلات شرطة عمان السلطانية سواء عن طريق مكافحة التحريب وكذلك أيضا الإتجار وأيضا تجريم التعاطي طبعا وضبط المتعاطين بهدف التوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية هكذا كان الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات بمحافظة ظفار عبدالله بن عبدالعزيز تابوك ولاية صلالة أخبر ثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل آخر متحدثة بلغة عتيقة في جنوب تشيلي تكافح للحفاظ عليها من الاندفاع اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد تشارك فرقة مسرح هوات الخشبة بمهرجان ربيع الأطفال الدولي بشفشاون بالمملكة المغربية في دورته السابعة والتي تنطلق فعالياته غدا الخميس حيث ستقوم الفرقة بعرض مسرحيتها بنت الصياد إلى جانب إقامة معرض مصاحب للعرض المسرحي يضم كتيبات تعريفية بأهم أعمال الفرقة وإنجازاتها إلى جانب كتب تعريفية وخرائط عن السلطنة وأهم المواقع بها ويشارك في المهرجان إلى جانب السلطنة دول عربية وعالمية وتضم الدورة غروض مسرحية فلكلورية وورش عمل متخصصة للأطفال وتستمر الفعاليات حتى الثلاثين من الشهر الجاري في مدينة أديليد الأسترالية تم افتتاح معرض لوحات رسمها العديد من الفنانين من شعب إندولكا في أستراليا وتباع هذه اللوحات بأسعار لا تقل عن عشرة آلاف دولار أمريكي حيث يرى القائمون على المعرض أن الفنون التي تروي قصص التقافات والشعوب يجب أن تكون تمينة حتى يعي الناس قيمتها المعنوية والفكرية على بعد 1200 كيلومتر من مدينة أديليد الأسترالية يعيش شعب إندولكا الذي أصبحت قصصه وثقافته المواضيع الأساسية للوحات تباع بعشرات آلاف الدولارات التحدي الوحيد الذي كانت تواجه هذه اللوحات هو صعوبة الوصول إلى المدن حيث المتذوقون للفن ولأجل ذلك تم افتتاحه في مدينة أديليد معرض بالقرب من مستشفى المدينة الملكي يصبح فضاء لنقاهة المرضى عبر التمتع بالفن والتعرف على ثقافة أحد الشعوب الأسترالية كما يستقطب المعرض الأطفال والشباب الراغبين في التقرب من حياة أسلافهم هؤلاء الأطفال يأتون للمعرض حيث تروى قصص الماضي ليحفظوها في قلوبهم وبذلك نحمي ثقافتنا من الاندثار يرفض القائمون على المعرض بيع اللوحات بأسعار تقل عن عشرة آلاف دولار لإيمانهم بأن الفن القائم على ثقافة الشعوب وتاريخها يجب أن يكون ثمينا ماديا لتحصل الثقافة على التقدير المعنوي والفكري الذي تستحقه ومن رحاب ثقافة شعب إندولكا في أستراليا ننتقل بكم مشاهدين إلى حضارة شعب اليجان في تشيلي حيث لم يتبقى على قيد الحياة من متحدثي لغتهم سوى امرأة تبلغ من العمر واحدا وتسعين عاما تكافح لحفظها من الاندثار الحضارات الإنسانية بمختلف شعوبها وأزمنتها لكل منها خصائص ومكونات ثقافية تميزها عن الأخرى وفي تشيلي شعب يدعى الياجان طبعتهم لغة تسمى يامانا على مدى آلاف السنين ولم يبقى لهم تواصل حضاري في وقتنا الحاضر من خلال تلك اللغة التي لم يعد أحد ينطق بها غير امرأة تدعى كريستينا تبلغ من العمر واحدا وتسعين عاما وهي آخر من بقي على قيد الحياة من متحدثي هذه اللغة وتعيش تلك المرأة في أقصى جنوب تشيلي وتحلم دائما بأن يكون هناك أشخاص يبادلونها الحديثة بلغتها الأم التي توشكوا على الاندثار كان هناك الكثير من أبناء الياجان أبي وأمي كان من هذا الشعب لذلك عندما ولد كان يتحدثان لغته وهكذا نشأت أنا تعلمت لغة الياجان عندما كنت طفلة بينما تعلمت الأسبانية عندما كان عمري تسع سنوات تقريبا عن طريق صديقة لي لكنني قبل ذلك لم أستطع التحدث بها ووسط مشاعر الحنين إلى الماضي تسترجع كريستينا ذكرياتها مع شقيقتها الراحلة التي كانت آخر شخص يتحدث معها بلغة يامانا وعلى الرغم من أن شعب الياجان من السكان الأصليين وعاش في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية في مناطق أصبحت الآن أجزاء من الأرجنتين والشيلي إلا أنه لا يزال هناك العشرات من شعب الياجان الذين لم يعود يتحدثون بلغتهم الأصلية وتوقفوا عن تعلمها والحديث بها على مر الأجيال وتواجه كريستينا بعض التحديات والمعوقات ولكن يبقى لديها شيء من الأمل في عدم اندثار لغتها الأم في إحدى بناتها والتي أبدت اهتماما بتعلم لغة شعبها الأصلية قبل ختام نشرتنا التقافية هذه إعادة لأبرز العنوين دراسات علمية تؤكد أن محاصيل الرطب من نخيل الطرقات ملوثة بالغصاص المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار تحتفل باليوم العالمي للمخدرات نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة نشكر متابعتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر